السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد واليوم سنتحدث عن شركة أفا تريد هناك العديدين الأخوة الذين طلبوا مني أن أقوم بتقييم لشركة أفا تريد وهي شركة وساطة هي بروكر بالتالي قررت أن أقوم بتأليمكم كيفية تقييم أي شركة وساطة بما فيها شركة أفا تريد أولا قبل البدء في تحدث عن شركة أفا تريد أريد منكم أولا أن تقوموا بالإشراك في قناة العلم يعرف الكاذب وتضغطوا على زر الإعجاب بقوة أصدقائي ليصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد من الناس ويستفيد منه الجميع وكذلك لا تنسوا الذهاب إلى الموقع ببروفتريدر.com وتحميل كتب مجانية هناك فهي كتب رائع أصدقائي أنصحكم بها كذلك من كان يرغب في الحصول على رأس مال وليس لديه إمكانية تفتح حساب يريد التداول يمكنني أن يفتح حساب هناك ستجدون فيديو آخر هذا الفيديو ستجدون يعني في آخر الفيديو ستجدون end screen بها يعني فيديو يتحدث عن كيفية الحصول على حساب سواء تريد تداول الفيوترز أو الفوريكس مع شركة معينة ستجدون في آخر هذا الفيديو في end screen طيب لنرجع إلى شركة آفاتريد إذن هذه الشركة أولاً هي شركة وساطة يعني قديمة في تداول الفوريكس و safety العقود مقابل الفروقات وتم تأسيسها سنة 2006 ويعني من ذلك الحين ويتدير أعمالها وهذه الأفاتريد كانت يعني واحدة من أولى شركات الوساطة في مجال تداول الفوريكس أو safety لذلك يعني لديها سجل حافل لأنها معروفة 2006 لغاية 2020 فهي 14 سنة أو 15 سنة من الخبرة مقرهم يوجد في جمهورية آيرلندا ولكن لديهم هيكل تنظيمي يتكون من عدة كيانات تتطابق مع قوعدية المعتادة للعمليات المنظمة فلها تنظيمات في أستراليا في اليابان في جنوفريقيا وفي جزيرة أو جزول Virgin البريطانية الفاتريد تتيح لك تداول 55 زوج مختلف من أزواج عملات الفوريكس بما في ذلك بعض العملات الأجنبية وكذلك تتيح لك 17 safety عقد مقابل الفروقات على السلاء وكذلك هناك 20 مؤشر لأسهم و14 من cryptocurrencies وكذلك 66 سهما فرديا كذلك أفاتريد تقدم أيضا عقود مقابل الفروقات على السندات وعلى 6 سندق ETF بشكل غير اعتيادي وكذلك هناك منتجات الخيارات على الفوريكس فيها الشركة التي هي شركة أفاتريد إذن هذا تقدم بسيط لشركة أفاتريد المهم عندنا وأن نعرف أن هذه الشركة تم تأسسها منذ سنة 2006 بالتالي لديها خبرة كبيرة ولديها مجموعة من التنظيمات مقرها يوجد في أيرلندا ولكن لديها تنظيمات في أستراليا في اليابان في جنوب فريقيا وجود الفرجن وستنطرقوا إلى هذه الأشياء إن شاء الله يعني في هذا التقييم كما قلت الهيئة ترقبية المالية كما تلاحظون فالأسك في أستراليا FFAG في اليابان كذلك FRSA ADMG في أبوظبي يعني مجموعة من من التنظيمات ولكن المقر كما قلنا أيرلندا ويتم مراقبتها طريقا من Central Bank of Ireland طيب هذا النوع النوع الوسيط هو ECN STP ولكن أصدقي المرجو الحاضر ECN Electronic Communication Network Australia Processing فهو فقط للناس الذين يسكنون بأوروبا أما الإخوة الذين يتدولون العرب الذين يتدولون يعني يعني عرب يتدولون من دول عربية فليس ECN ولا ESTP فهو Market Maker أصدقائي أوكي لذلك يرجو الحاضر لماذا؟ لأن هنا ترى هنا إذا الأدنى هو 100 دولار والرفع القصوى هو 1 على 400 ولكن ستجدون أنه بالنسبة للإخوة الذين يعني تموا تنظيمهم تلاقى من Central Bank of Ireland يعني القاتلين في إيرلندا وأوروبا فقط 31 لـ 30 هو الرفع القصوى وهذا يجب أن تفكرون بعض الشيء بالتالي هذا الوسيط في إيرلندا وفي أوروبا هو ECN STP ولكن بنسبة للدول العربية فهو Market Maker لذلك يجب الحضار من الشركات هذا يعني ليس شيء سيء لأنه أنا دائما أقول أنه ليس البروكر والمشكل المشكل هو طريقة تداولك وبما أن هذا البروكر موجود منذ السنين فهو ربما يكون موثوقا فقط عليك الحضر ولا تنخدع بين هذا ECN STP التي تجد ها الآن وكذلك بين ما هو الحال عليه بالنسبة لك كبلدين عربي طيب أنواع المنصات هناك Metatrader 4 Metatrader 5 على الإنترنت كذلك إذا يتم ببطاقة الإيمان أو عن طريقة التحول البنكي لديك إمكانية توفير حساب تجريبي والمنتج التي يتم تدولها هي عقد Safe سلع المعادن النفط الذهاب المؤشرات الفونيكس إلى ما غير ذلك طيب بالنسبة للتنظيم والأمن هي مرخصة بالنسبة لأوروبا من CBI Central Bank of Ireland وهذا هو أفضل ترخيص إذا كنت في أيرلندا أو في أوروبا جيد يعني يمكن كفتح حساب في إعداء البروكر وECN وSTP ليس Market Maker طيب بالنسبة لأبوظبي FRSA بالنسبة ليابان FSA وFFAG أو J جنوب الفريقية FSA وأستراليا ASIC وASIC تعرفون أن هي الوحيدة التي تقبل العرب هذا التنظيم والذي يقبل العرب لذلك بالنسبة تلاحظون أن هناك مجموعة من شركات الفوركس التي إذا أردت استيضاف العرب عليهم الحصول على ترخيص من ASIC أستراليا لأنها الوحيدة التي تقبل العرب في البلدان العربية طيب كما قلت هذه شركة مرخصة من مجموعة من البلدان كما قلت جزر في بريطانيا أوروبا أستراليا جنوب الفريقية أبوظبي ولكن أفضل ترخيص هو Central Bank of Ireland طيب الرسوم هنا التكليفة وفا يعني التكليفة هي بسبرد وواحد فاصلة ثلاثة بيبس كمعدل لزوج اليورو دولار معدل وهي تكلفة تنافسية بعض الشيء وغالين بعض الشيء ولكن لمشكل يعني كما قلنا الحد الأدنى ليدعو مئة دولار كما قلت هناك بعض الشركات الوساطة التي تجدوا هذا واحد فاصلة ثلاثة بيبس أقل أقل بالنسبة لليورو دولار ولكن في المجمل هذا هو المعدل طيب بالنسبة للودائع والسحوب كما قلت أفا تريد تتطلب حد الأدنى ليدعو يبلغ مئة دولار أمريكا على الأقل وهذه الشركة لا تفرض أي ترسوم إضافية على أي إيدعو السحب كذلك تدعم أفا تريد مجموعة كبيرة من طرق إيدعو السحب ك نتلر سكريل نتلر سكريل أو الماني بوكرز وكذلك الحوالات أو التحويلات المصرفية وبطاقات الإيتيماناتية يعني أغلب الطرق التي يتم بإيدعو السحب هنا نوع شركة فوركس فهي ECNSTP ولكن كما قلت ECNSTP فقط في أيرلندا عوض غير ذلك ما ي إلا ماركت ميكر صانع للسوق أوكي لا تقبل عملاء من أمريكا لحد قلنا إيدعو 100 دولار رافع القصوة 1 400 وكما قلنا العمولات فهي SPREAD هناك ثلاث أنواع الحسابات Retail 1 HZR Professional أو SPREAD BITING ثلاث أنواع من الحسابات وهناك كذلك يمكن أن تفتح حساب إسلامي حساب حسابات مضارع وحساب منفصل وكما قلنا إمكان الإدعافة أنتم تجدونها هنا NITLER والسكريل والبطاقات الإيتيمانية والتحويلات المصرفية بالنسبة للأدوات المتداولة أو المنتجات التي يمكنك تداولها فهي Safe Dees سلع المعادن نفط المؤشرات لا توجد خيارات ثونائية بالنسبة لمنصة التداول فهي جميع المنصات متى 3D4 و5 وكذلك الانترنت لغات المنصة تجدون الإجليزية الإسبانية العربية الإيطالية الفرنسية الألمانية الروسية والبرتغالية هذه المنصة متوافقة مع الويندوز ومع الآيفون والآيباد والجوال بها مجموعة من الأشياء الجيدة كتوصيات ورسوم الحزمة البيانية يعني تلك تشارت و يعني ماركت عناليسيس وتحليل السوق كذلك يعني التداول الآلي ويعني ما يتوفر عنه أي منصة من منصات التداول لدعي لتضيع الوقت في هذا الأمر بالنسبة لدعم العملاء نعم بجميع اللغات تقريبا إنجليزية السويدية البرتغالية الروسية الصينية ما يهمنا نحن والعربية فهي موجودة أو حتى الإنجليزية والفرنسية التي كنت تتقين هاتين لغتها طيب بالنسبة للإيجابيات والسلبيات الموقع الإلكترونية خاص بها سال تصفح ومتعدد لغات يمكنك حساب جريبي كذلك بالنسبة للحساب يمكنك حساب قياسي واحد وعملية السحب بعض الشيء تكون طويلة تأخذ إلى أربعات أيام عمل على أكثر تخذير وهي طويلة شيئا ما بالمقارنة مع الشركات الأخرى ولا تنسوا سنذهب إلى الموقع لنتصفح وبعض الشيء كذلك ونقوم ببعض التحليل لهذا الموقع كذلك أريد أن أجيب عن بعض الأسئلة المهمة هل أفاتريد منظمة هل شركة منظمة عامية من أكثر شركات الواسطة والعقد المقابل فرقة تنظيم في العالم يتم تنظيم في خمس دول مختلفة بما في ذلك الاتحال الأوروبي أيرلندا وأستراليا وهي في هذا المجال منذ 2006 ولكن لا يغركم هذا التنظيم حتى وإن كانت منظمة كما قلت أفضل تنظيم هو ذلك الذي في أيرلندا أما في التنظيمة الأخرى فهي فقط الاستيداف مجموعات مختلفة من العملاء لذلك كما قلت إذا كنت في أيرلندا أو في أوروبا نعم جيد هذا البروكل أنه ECN وSTP يعني ليس ماركت ميكر لا يتدول ضدك ولكن أو ليست لدي مصلحة في أن تخسر ولكن في البلدان الأخرى كجنفريقيا أو أبوضابي الإمارات أو يعني أستراليا العزك فهو ليس ماركت ميكر وليس ECN S&P كم من الوقت تستغرق وعملية تستغرق كما قلنا قد تستغرق حتى أربعة أيام عن طريق بطاقة الخصم أو الإيتيمان هل لدي أفاتريد مؤشر نزك نعم لدي مؤشر نزك وهناك إمكانية لتدول في مؤشر نزك ميئة لأسهم التكنولوجيا على شكل على شكل طيب هل يمكن أن يسحب الأموال من أفاتريد نعم يعني تتقل فقط إلى قسم السحب عندما تقوم بتسجيل الدخول لحساب التدول الخاص بك ثم تمنع استمارة السحب عبر الأنترنت بتفصيل أكيد ويجب أن يكون حسابك متحقق منه وستتم معالجة ذلك الأمر أو ذلك السحب في خلال 24 ساعة ولكن قد يستغرق الوقت إذا استعملت بطاقة لإيتيمان أو تحويل البنكية 4 أيام عمل يعني طويل بعض الشي أين يقع مقر الشركة أفاتريد يعني يقعوا في جمهورية آيرلاندا هذا المقر والفروع فهي ربما أستراليا لإيبان جنو أفريقيا جوز البريطانية كما قلت لأن لديها تنظيمة فئة البلدان كيف يمكن الإيداء في حساب أفاتريد هنا كم جمعة من طرق الإيداء لم تجد مشكلة في الإيداء نيتلر سكريل موني بوكورز إيتيمان خصم تحويلات البنكية يعني هل شركة أفاتريد منظمة وهل يحصل عملائها على تأمين ودائعي التنظيمي مهم جدا هذا هذا السؤال أفاتريد كما قلنا منظمة من قبل بنك آيرلاندا في جمهورية آيرلاندا يعني أوروبا ولجنة الأوراق المالية وإستمرت أستراليا في أستراليا العازق وبكارات الخدمات المالية في اليابان وهيئة السلوك المالية قطع المالية في جمهورية وإفريقيا ومن قبل لجنة الخدمات المالية في نيزور وكذلك منحة هيئة سوق أبوظابين العالمية ADGM لشركة أفاتريد رخصة كاملة من الفئة A3 رقم 19-7-11-8 لخدمة كل من عملاء تجزيا وعملاء المهنين إذن أفاتريدي أو الوسيط لا يتلقى يحصلوا على هذا الترخيص ولكن هذا لا يعني أن هناك تأمين على الودائح التأمين فقط من قبل بنك آيرلندا في آيرلندا فقط ما هو الحد الأقصى للرافع المالية التي تقدم ولاحظوا هذا مهم جدا هذا السؤال مهم جدا لاحظوا الحد الأقصى للرافع المالية المعروضة في شركة أفاتريد هو واحد لأربعمائة ولكن لاحظوا إذا كانت الحسابات لدى فرع الشركة في الاتحاد الأوروبي تطبق لها واحدة تفرض حد أقصى قانوني عند 30 لواحد تلاحظون في أوروبا يلتزمون بالقوانين أوروبية ويلتزمون بالرافع المالية أما بالنسبة للترخيص الأخرى فواحد لأربعمائة حتى تخسيرها أموالك لأن لديهم مصلحة فيها تخسيرها طيب هل تقدم أفاتريد منصة التداول متا داولا نعم تقدم أفاتريد منصة التداول متا تريدر إذن في المجمع هذا الوسيط هو يستحق التقييم إيجابيا ولكن قبل ذلك أريد أن أذهب إلى الموقع لأرى هل هناك ترافيك في هذا الموقع هل تتم زيارة هذا الموقع تذهبوا إلى أفاتريد دوت كوم أريد أن نقوم بتحليل بسيط لهذا الموقع لنرى قبل أن نأتي إلى الخلاصة ويعني هذا الموقع طيب أذهبوا إلى الموقع الرئيسي أفاتريد دوت كوم هنا بالنسبة لاحظوا تراست بايلوت يعني يقول بأن يعني جيد فايف ستار أريد أن أذهب إلى السيميلر ويب لأرى هل هذا الموقع يصله يعني يزوره كثير من الناس أم لا سأدب وأقوم بذلك أريد أن أرى فقط لأي كي الطريعة هل هذا الموقع تتم مزيارته تلاحظون هو تم يعني 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 تزوره ستمائة وثلاثة ألف وثلاثة وثلاثين ألف في الشهر لاحظوا أكثر البلدان التي التي تقوم بزيارة سوات أفريكا تلاحظون جمهورية إيرلندا تلاحظون هذه البلدان أكثر يعني ستتمائة وثلاثة وثلاثين ألف في الشهر يعني هذا موقع قوي موقع قوي أصدقائي موقع به ترافك يعني لا أقول أن الشركة قوية أو جيدة لا أقول لكم أن الموقع هذا الموقع به ترافك يعني ما يوجد به محتوى الموجود به كمقالات والأشياء مهم يعني يأتي الناس ويريدوا يأتي الناس ويتطلعوا إلى هذا الموقع ويرونه طيب أريد فقط لكي أرى الموقع كيف هو أما بالنسبة للأشياء الأخرى فكلها تحدثنا عنها كما قلت يعني هذا الموقع يعني إيجابي إيجابي يعني إذا كنت في أوروبا فهو جيد فهو وسيط جيد يستحق تقييما إيجابيا بالنسبة للرسوم فهي جيدة يعني ليست تنافسية ليست بها مشكل هناك تنوى في المعروضات هناك تنوى في العملات هناك تنوى في المؤشرات كذلك بالتالي يعني بالنسبة لي يعني تقييم إيجابي لا بس بهذا الموقع ستجدون رابط أو نعرف تعمق أكثر والبحث أكثر في هذا الوصي ستجدون رابط أسفل هذا الفيديو إلى هنا ينتهي تقييم شركة AvaTrade ينتهي تقييم شركة AvaTrade كما قلت للخلاصة إذا كنت في أوروبا يمكنك التعاون مع هذه الشركة لأنها ستكون ECN STP لديه مصلحة في أن تخسر ما لك عكس ذلك ربما من الأفضل البحث عن شركات أخرى إذن إما أننا أراد لي اطلع على هذا البروكر أو الوسيط فقط سيجل رابط أسفل هذا الفيديو لا تنسوا الشركة في القناة دعمنا بلايكات وكذلك لا تنسوا الشركة في الموقع بـ كان معكم وثام من قناة السلام عليكم وإلى اللقاء في درس جديد